أعلنت وزارة الصحة إطلاق 42 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية يأتي ذلك خلال الفترة من يوم الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من يوليو الجاري ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة وأشارت الصحة إلى أن القوافلة تضم كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة أيضا إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية المجانية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة